فالواحد يعني لما يشوف حاله بأحسن مظهر دائماً بيعطي أكتر بيعطي بشغله وبيعطي بالحياة العامة بشكل عام الواحد بصير يعطي أكتر أكيد طبعاً أنا طلعت أكمل دراستي بكاندا مونشيال بلشت أشتغل عحالي بالإفنت مانشمنت فسكان عنا لازم نعمل فاشن شوز لازم نعمل إفنت فكان في موديلز كان يشتغلوا عليهم بالميكب فأنا لقيت حالي مائلة للجمال أكتر فبلشت أتعمق بالموضوع انتقلت على أمريكا بلشت أفتش على أحسن التقنيات وأحدث الأماكن اللي أتعلم منها فصار عندي 16 شهادة وأنا لليوم لازلت بتعلم لأنه دائماً العلم بتطور نحنا منحب نكون مواكبين بالأحدث شيء نعم يعني مرعت الواحد لما يبلش بموضوع معين أو شغلي جديد أو يتجه لإتجاهات معينة في صعوبات بتواجهه فشو الصعوبات اللي كانت عم بتواجهه؟ هلأ أول شيء أنا كتير اتنقلت فدائماً الواحد لما ينتقل من مكان لمكان بصير عنده لازم يبلش من الصفر أوكي فبلشت صار يجيني حالات أنا كتير كنت أزعل عليها مثل إزالة المكياج الدائم كنت أشوف كتير حالات يكون فيها ندبات جروح أو حروق من التقنيات القديمة هلأ أنا صورة أقدم تقنيات جديدة مثل يعني أقيم المكياج الدائم بطريقة أني أعالج لسكن وأرجعها لشكلها الطبيعي لنقدر نشتغل عليها من أول وجديد وبنفس الشيء بيفتح المسامعات ليجعل الشعر ينمو من أول وجديد بمنطقة الحاجب حلو حلو جميل جداً يعني موضوعنا الأساسي بجوزراني اليوم عن فكرة الثقة بالنفس نعم كيف يمكن الإعتناء بالشكل والإعتناء بحاله بشكلها ليس فقط الشكل يعني أكيد الرياضة الحياة الروحانية كل الأشياء التي لها علاقة بأن الشخص يهتم بحاله تنعكس بالتالي على ثقته بنفسه كيف تشوفي هذا الأشيء من خلال عملك؟ أول شيء أن الله جميل يحب الجمال طبعاً نحب كلنا نشوف حالنا بأحسن منظر هلأ أنت لما بدك تروح تعمل الشيء مثلاً أنا بأشتغل بالتجميل هذا مجالي لما الزبونة تيجي لعندي تشوف مثلاً تحب شكلي مثلاً ستوسق فيه أكتر صح وتعني شيء هذا بزيد سئتنا من حالنا فالواحد يعني لما يشوف حاله بأحسن مظهر دائماً بيعطي أكتر بيعطي بشغله وبيعطي بالحياة العامة بشكل عام الواحد بصير يعطي أكتر أكيد طبعاً نعم اليوم مع السوشيال ميديا شفنا كثير أشخاص فيه أشخاص تزاز عثقتهم بنفسهم وبشكلهم وخاصة أنه يمكن الكاميرا الأمامية مرات بتبين أكتر العيوب اللي موجودة بوجهنا إلى آخره فاليوم هاي المواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أنها بتسمح للناس يعلقوا ينتقدوا يحكوا اللي مرات إحنا بوجه الشخص ما بنقدر نكون ما بنكون قادرين لنا نحكيه فاليوم هذا الموضوع قد يأثر وكيف هم بتشوفي من خلال الحالات اللي عم تيجيكي اللي بيكونوا موجودين عندك كيف عم بتعاملوا وكيف تقتهم عم بتكون هلأ نحنا كلنا صرنا ندرك صار فيه كتير يعني أشخاص صارت تدرك أنه السوشال ميديا مش شي حقيقي هلأ نحنا بنختار شو من نزل كيف يعني هلأ أنا بختار لحظة هي ممكن تكون لحظة أو مناسبة ممكن يكون عندي مناسبة أنا نزلت شكلي بأحسن مظهر بس مش معناته هاي حياة كاملة نحنا بنخلي السوشال ميديا تأثر علينا بشكل إذاعبي وليس سلبي كيف يعني هلأ أنا إذا شفت مثلا الشخص أو بنت شفتها حلوة شفت شكلها حلو بخلي هذا الشي يأثر علي أنه أتحفز أصير أشتغل عحالي أكتر مثلا عجبني حسيت أنه الجسم أنه ضابط بصير أروح على الجيم بشتغل عحالي ما بخلي يأثر علي سلبي لأنه بنا نتذكر أنه نحنا هذا الشي مش دايما شي حقيقي بعدين مين مننا بيستخدم فلاتر هلأ يعني حتى الشباب صاروا يستخدموا فلاتر يعني حتى لما ننزل بوست صار الشخص يعدل على البوست قبل ما ينزله فنحنا بناخد هذا الشي أسطر علينا بطريقة إيجابية وليس سلبية جميل رانيا فكرة التمكين كمان المرأة يعني نحكي عن الشكل ومنحكي عن الأثر عليها على نفسيتها وبالتالي ممكن يكون فيه أثر نجاح على شغلها على حياتها على علاقاتها حتى على علاقتها الزوجية يعني أكيد فيه تأثير بنماء المرأة لما تكون عم تهتم بشكلها طبعا أكيد طبعا المرأة لما تهتم بحالها بتزيد سقتها بحالها وزي ما قلت لك قبل لما تزيد السقة بتقدر تقدم أكتر للمجتمع بتكون نفسيتها حلوة بتقدر تكون مبسوطة ببيتها بتكون مبسوطة مع المجتمع فأنا بالنظري الشكل الخارجي كتير مهم نعم خلينا نرجع ونحكي أكتر عن طبيعة عملك شو الخدمات اللي بتقدميها للأشخاص وذكرتينها هيك يمكن جزئية كتير حلوة إنه عم بتساعد أيضا الناجيات من سرطان الثدي تحكي لنا أكتر عن هذا هلأ أول شيء أنا خلينا نحكي بالأول عن سرطان الثدي هلأ الله يبعد عن كل حدا وسلامة كل حدا آمين سرطان الثدي هلأ لما يصير أول شيء نقدر نحكي إنه فيه ناس بتعالج بالكيمو فالكيمو بوقع الشعر بالحواجب فأنا بقدر أرسمه كمان عندنا مرضين الثعلبة كمان نفس الشيء هاي بتصيب كمان للرجال أنا برسمه بطريقة 3D برسمه 3D بيبين ناتشرل أكتر يكون بديل للشعر بالنسبة للسرطان هلأ فيه كتير حالات بتطروا يستقصلوا الثدي فبعدين بتعمل عملية تجميلية بتحط سيليكون برجع الوضع بيصير تمام بس أنا بحسن الشكل بطريقة 3D برسم بالألوان يكون شكله طبيعي أكتر وأنا هذا الشيء بقدمه طبعا من دون مقابل بالنسبة للسرطان الثدي لأقدر أعمل شيء لبنات البلد هون وأوقف معهم وأرجع سيئتهم بحالهم وأي حدا يعني أنا كتير بحب أستغل الفرصة أنه أنا معكم والناس تعرف عنه أي حدا بيكون بواجه هاي المشكلة أو بيعرف حدا عنده هاي المشكلة يتواصل معي وأنا بحب أساعدهم وأوقف معهم شكرا جزيلا يعني لفت نبيلة كتير رانيا في عنا فيديو لمجموعة من الإجراءات اللي بتقومي فيها خلينا نشوفه مع بعض بالزبط تقدري تشرح لنا رانيا عن اللي عم بصير هلأ هون أنا بتقدر تشوفوا قابل وبعد كيف رسمتوا بطريقة 3D رح تشوفوا هون كان فيه ثعلبة رسمتوا بطريقة هون في عنا سكار عبيتها طريقة ناترال عنا اللون الأديم غيرته زلته وعملته بطريقة شعرة شعرة من الصور وأيضا كان فيه مريض سرطان من الصور لا كان اللي مرأ هذا ثعلبة بس أنا مرأ علي كمان بس مش مو هون هلأ منقدر نشوف الحالات اللي تأثرت بطريقة سلبية من المكياج الدائم فهذا شوف كيف بتصير الاسكن طال على برة بتصير فيه حروقات بتصير فيه ألوان حتى من التقنيات الإزالة هون بتشوف كيف تأثر كيف دخلت الاسكن لجوه وهون عمنا اللبس منقدر نحكي عن الغمقان التشققات اللون الشاحب تشوفي قابل وبعد كيف أنا بحسنها وبرجعها لشكلها الطبيعي هون فيه غمقان ممكن يكون من التدخين من الحياة الطبيعية ايش طبيعة البروسيجر اللي بتنعمل بهون مثلا بالشفايف ايش شو هو يعني شو اسم البروسيجر هلا أنا هاي إزالة للتصبغات اللي على الشفايف بزيلها بدون ما أضيف أي شيء على الشفايف بس بزيلها برجع نظرتها بطريقة بيأخذ وقت هاي التقنيات هلا لا هي ما بتاخد وقت بس احنا فيه دايما عندنا هيلينج وقت للي يرجع للشفاة يأي للشفاة مية بالمية قدي تقريبا ممكن يكون هذا الوقت من أسبوعين لثلاثة او يعني انه يمكن بقدروا انهم يتحملوا هاي الفترة طيب خلينا نحكي عن أجل التقنيات الحديثة اللي اليوم موجودة واللي حضرتك بتستخدميها واللي عم بتسهل على المرضى والمريضات هلا أنا زي ما قلتليل كان فيك تقنيات قديمة مثلا كانوا يرسموا طريقة الحواجب بطريقة بس كأنه لون واحد مش يبيني شعر 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 فنحنا هلا صورنا بوقت نعملها بطريقة ناتشورل انه تبين انه شعر حقيقي مش يبين بس لون محدود وكتير في عنا نساء بتعاني من هذا الموضوع وكان فيه تقنيات قبل للإزالة كانوا عم بيزيلوا المكياج الدائم بس عم بيصير الوضع أسوأ بطريقة انهم بيأزوا البشرة فأنا صورت أزيلها من دون ما أزيل البشرة بالعكس أعالجها ورجع للمكانها طريقة حلو حلو يعطيك ألف عافية رانيا لما نحكي عن مثلا نصائح ممكن تقدميها للسيدات أكيد الكل بحب يعتني بشكله أكيد الكل بحب انه يحسن من مظهر بشكل عام اش في هيك نصائح بتقدميها هلا أنا بحب أحكي لكل مرة انت حلوة وخلي سيئتك بحالك عالية وإذا بتحسي انه في شيء ممكن يخليك أجمل اعمليه بس لازم تكوني اختيارك صح لأنه التجميل ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي علينا فنحنا بنختار هذا الشيء وإذا أنا بقدر أساعدك بأي شيء أنا جاهزة لإيش بتحكي للسيدات أو الرجال حتى اليوم عم بتجهوا بعملوا يمكن نوع من أنواع التجميل على اختلاف يمكن مش زي السيدات ولكن فيه أمور بتخص الرجال إيش بتحكي لهم لأ هذا الإشيء من تجربتك بأنه يفضل إنه ما تعملوا هناك ناس بحبوا يعملوا الأشياء لأنه هذا الشيء جديد لازم نعملوه إذا أنت مو بحاجة أو أنت مو بحاجة ما تعملوه أنا بحب التجميل إذا أنت بحاجة إذا بتحسسيه ممكن يجملك أوكي بس إذا الشيء حسستي لأنه ممكن يكون تأثيره سلبي على الشخص فمو لازم أي شيء نلحقه لازم لما بدي أعمل شيء كون أكون عاملة ريسرش أكون متأكدة مية بالمية قبل ما أختي هالخطوة قد شراني ممكن أن تكون مناسب للشخص أنه ليس بس بروسيجر لأنه شافع حلوة على شخص تاني أو مثلا ممكن بعض الأشخاص أو السيدات يصبح عندهم نوع من الإدمان على عمليات التجميل يصبحوا بشكل أكثر ما يحتاجونه مبالغ فيه الآن أنا بالنسبة هو مجال التجميل اللي هو البوتوكس والفيلرز أنا ما بشتغل فيه هذا الشيء بس بقدر أتحدث عنه الآن نحن مع العمر بصير الشخص بحاجة للبوتوكس الآن فيه فرق بين البوتوكس والفيلرز الفيلرز أنا معه بمناطق ومناطق مش بكل مكان في عندنا تقنيات كمان صارت تجديدة تعمل نظارة للوجه الواحد مع العمر بصير شوي ممكن الكبر يبين ممكن الحياة تصير يتبين على وجه البني آدم فما فيها مشكلة إذا الواحد بيهتم بحاله هاي مش مشكلة بس يعني كل شي بزيد عن حده بيقلب ده فما لازم نبالغ بهاي الأشياء أكيد طبعا بتحسي إنه سنة عن سنة عم نروح على إنه نكون طبيعي أكتر طبعا هلأ كثير في عالم صارت تحب الأشياء الناتشولة هلأ كثير بتقدري تعمل تجميل طبيعي بس تكوني مبينة ناتشولة يعني التجميل الفيك بطل حلوه بطل حدا يحب توماتش يعني أنا مني وعلي إذا شي بحسه مناسب بعمله وما بسحي من هذا الشيء بالعكس يعني هذا شي طبيعي يعني فيه كثير عالم بصير بس بدهم يحكوا أنه عمل التجميل عمل تجميل لا هذا شيء أول شيء بخص الشخص بس إذا الواحد يعمل ويصير شكله أحلى لا لا ما المشكلة حلو من خلال عملك كيف شفت تغييرات نفسية مثلا على الأشخاص كثير كيف صوروا مثلا نشيطين أكتر يحبوا حالهم أكتر طبعا يشتغلوا أكتر مثلا طبعا أنا بالنسبة لموضوع سرطان الثدي أنا يعني لما تيجي عندي الكلاينت وأغير نفسيتها يعني لا تخيل كم تدعيلي بتكون كثير ممسوطة وهذا الشيء اللي بسطني من جوا يعني أنا عم برجع أخلي المرأة تحس بأونيوتتها وهذا الشيء كتير حلو طبعا وبنفس الشيء هلأ إذا كان حرام يعني إذا حدا مأذي بموضوع المكياج الدائم على وجه أنا لازم أساعدها ولازم أرجع الاسكن طبيعية لازم مهو مرات فيه ناس بيعملوه ما بيعرفوا أنه بيأثر على شكلهم بطريقة سلبية نعم يعني أنا بتيجيني كلاينت فأقول لها أنها لا تحتاج إذا لها جميلة وهنا نحن نحاول أن نصل إلى النتيجة التي لها نعم فهو لا تحتاج أن الزيادة تخرج من الشكل بالعكس تقلل من لطيفته شكراً لو حدثتك معنا لأن اليوم سعيدين جداً بوجودك معنا رانيا بوتي خصائيات تجميل علاجية أهلاً وصحاعداً بحضر ذلك شكراً وصحاعداً بيكم شكرا